الإدارة الأمريكية بأعلى مستوياتها تنسف الأكاذيب التركية والقطرية تقارير مشبوهة مجهولة المصدر تدفع تركيا وقطر ملايين الدولارات لترويجها في وسائل الإعلام آخرها الزعم بأن الاستخبارات الأمريكية تملك دليلا على تورط ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي لكن وزير الخارجية الأمريكي نفى أي ودود لهذا دليل المزعوم أما وزير الدفاع الأمريكي فأعلن الأمر بشكل أكثر وضوحا بل ذهب ماتيس أبعد من ذلك في تكذيب الأتراك وأكد أن ما حصلت عليه واشنطن هو ترجمة للتسجيل التركي المزعوم وليس التسجيل نفسه الإدارة الأمريكية أعلنت طي صفحة المتاجرة بقضية خاشقجي وأكدت أن شراكتها مستمرة مع المملكة بما فيها الحرب ضد إيران وميليشياتها في اليمن نستشخص الكتير شكرا